بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ورضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في خواتيم سورة نوح عليه السلام وصلنا إلى قول الله تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أقوال أهل التفسير في قضية الأرض هل أريد منها جميع الأرض أم أن كلمة الأرض قد تطلق في القرآن ويراد منها بقعة كما هو يعني الشواهد على هذا كثير والأرض اسم جنس ويصح فيها القليل والكثير وأم يعني الطوفان كان في جزيرة العرب والعراق وهذا رأي الجرجاني في درج الدرر وأم كان الطوفان في العراق فقط في السهل الرسوب العراقي وقد تكلمنا عن هذا وفصلنا القول وهناك يعني تفصيلات أخرى قلنا سنرجعها إلى عند كلامنا في سورة هود إذا شاء الله وقدر لكن ما زلنا في موضوع يعني الطوفان الذي نزل بقوم نوح وهناك أسئلة حقيقة مرشحة أن تقال في مثل هذا الموطن هو أنه معلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة عامة يعني دعوة النبي كانت على العموم لجميع أهل الأرض ودعوة نوح عليه السلام على من قال على أنه لم يكن لنبي دعوة على العموم إلا دعوة كدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا دعوة نوح كانت لقومه لقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إذن كيف يستقيم الأمر إذا كان الإغراق عم جميع الأرض وأن نوح عليه السلام ما كان مرسلا إلى جميع الأرض وقد ذكرنا شيء من هذا على عجالة في الحلقة الماضية مما ذكره الإمام الآلوسي فقال الآلوسي وفي ذلك وجهان الوجه الأول أن الأرض لم يكن انتشار الناس كانتشار الناس اليوم أي لم يكن توسع الناس وانتشار الناس كما هو معروف في وقتنا أو في وقت النبي عليه الصلاة والسلام من انتشار الناس وانتشارهم في القارات وأسقاع الأرض ولذلك قالوا دعوة نوح عليه السلام إنما كانت يعني وإن كانت لقوم مخصوصين لكن كانت عامة لمخصوص يعني كانت دعوة عامة لأناس مخصوصين اللي هما جزيرة العربية والعراق وعلى من قال بهذا القول واستدلوا بذلك قالوا هي كدعوة آدم عليه أو كبعثة آدم عليه السلام أن آدم عليه السلام كما ورد عنه في الحديث الإمام أحمد والحديث صحيح أنه لما سئل النبي عن آدم عليه السلام قال نبي مكلم فكانت نبوته لأهل بيته لأن لم يكن هناك على الأرض بشر قبل آدم لذلك كانت نبوته لأهل بيته فقط وكذلك قالوا عن نوح قالوا لما كان نوح عليه السلام لم يكن من القوم أو من الناس إلا هم أهله وذرية آدم الموجودون في ذلك الوقت فلذلك كانت الدعوة لهم أيضا فكانت كالعموم ولكنها لمنطقة مخصوصة ليس كدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا وجه أول الوجه الثاني الذي ذكره الآلوسي قال وإن قلنا أن دعوة نوح عليه السلام كانت لجميع أهل الأرض على من قال بهذا لكن تبقى خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل رحمة للعالمين أي للإنس وللجن كما أخبر النبي أنه أرسل للإنس وللجن وهذه لم تكن أو سابقة هذه لم تكن لنبيه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل للإنس وللجن ولجميع المخلوقات ولجميع الموجودات بل ذهب الإمام بن حجر الهيثمي كما ذكر البارزي شيخ الإسلام البارزي قال بل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شملت الحور العين والملائكة وغير ذلك وحتى هناك من قال يعني وهذا ليس رأيي البارزي فقط إنما رأيي كثير من أهل العلم أيضا ذكروا هذا القول نعم وقالوا على أن دعوة النبي لأنه عموما عمو الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين نذيرا وكما هو معلوم أن العالم هو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فيشمل ذلك كل موجود خلقه الله شملته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قال على أنه الملائكة والحور العين وغير ذلك هم كلهم مؤمنون فما الحاجة من بعثة النبي أن تكون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أجيب عن ذلك قالوا إنما لا يراد بذلك إخراجهم من الإيمان إلى الكفر فهم مفطورون على الإيمان الملائكة ولكن المراد هي تكريم النبي بكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وكرامة له حيث أنه سيكون أكثر الخلق تبعا وهذا من باب التكريم له إذن تكلمنا عن قضية أنه هل أنه دعوة نوح عليه السلام كانت دعوة عامة كدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم كانت دعوة خاصة لقومه وهناك أيضا مسألة أخرى أن نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة هو سأل الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقي أحدا من الكاثرين في ذلك لوغت على دعوته هنا السؤال المرشح أيضا هل أنه يجوز الدعاء على الكافر ولعن الكافر والدعاء عليه ذكر ذلك ابن عاد الحنبلي نقلا عن القرطبي والقرطبي نقل عن ابن العرب المالكي وابن العرب المالكي يقول سألت أشياخي هكذا يقول عن لعن الكافر فأجابوه أنه لعن الكافر على الإسم لا يجوز لأننا لا نعلم حال موافاته بماذا ينتهي تنتهي حياته لعله يكون كاثرا ثم يؤمن في آخر عمره وهذا رأي أشياخه أما ابن العرب المالكي هو رأيه يقول وأنا أقول بالجواز أنا أقول بالجواز لأنه كما جاز قتاله وقتله جاز أيضا لعنه على هذا المعنى لأنه طالما كان كافرا يعني وكان محاربا أجاز لنا الشرع قتاله وقتله فإذا جاز لنا الشارع هذا أجاز لنا أيضا لعنه وأما لعن الكافر على العموم دون أسماء فهذا لا خلاف فيه عند العلماء أما من استدل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقواما ولعن عتبة وشيبة ودعا على الوليد وغير ذلك مما ورد قالوا إنما ذاك كان لأن الله أعلمه بمآلهم وأعلمه بحالهم فلما أعلم عليه الصلاة والسلام بما سيكون من حالهم وما يكون من مآلهم دعا عليهم بعد إعلام الله له أنهم لم يؤمنوا يعني كما أخبره الله أنه عن أبي لهب قال سيصلى نارا ذات الهب فإذا أخبار الله سبحانه وتعالى تم بهذا أنه سيصلى نارا ذات الهب والوليد المغيرة لما نزل قول الله سأصليه سقر إذن وهذه الآيات الكثيرة التي جاءت في الوليد وفي عتبة وشيبة وغير ذلك وكما قلنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا على أحد كان يعني إذا كان هناك في علم الله شيء من حال هذا الرجل الذي يدعو عليه كان الوحي ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأن هذا الرجل ربما يكون من أهل الإيمان وقد ذكرنا مثل هذه الحادثة في قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء لما نزل جبريل وأراد النبي أن يدعو على بعض كفار قريش لذلك يعني ذهب العلماء إلى جواز دعاء نوح عليه السلام على قومه بهذا الدعاء العظيم الذي هو من أعظم يعني العقوبات التي نزلت على الأرض من دعاء الأنبياء كدعوة نوح عليه السلام التي يعني دعا أن لا يبق الله أحدا على الأرض وسنأتي لكلمة الديار ونفصل فيها إن شاء الله أيضا هناك مسألة أخرى متعلقة في هذه الآية هي قضية أنه ما حال الصبية الصغار وما ذنب الصبية الصغار الذين يعني دعا عليهم نوح أو دعا على القوم ولا شك أن في القوم صبية صغارا وأطفالا دون البلوغ ودون سن التمييز فما حال هؤلاء وما ذنب هؤلاء أن يدعو عليهم نوح عليه السلام بهذا الدعاء العظيم أجاب العلماء عن ذلك فقالوا هناك ثلاثة أوجه للمسألة ذهب ابن زيد ومقاتل وابن جبير وقتادة وغير ذلك من أهل السلف قالوا أن الله سبحانه وتعالى والحسن كذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى أخرج كل نسمة مؤمنة من أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى لم يبقى في أصلابهم أصلاب رجالهم ذرية نسمة مؤمنة ثم بعد ذلك وقع الطوفان ولذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى أعقم أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل الطوفان قيل بأربعين سنة وهذا قول مقاتل من سليمان البلخي وقيل سبعين سنة وقيل تسعين سنة لأنهم كانوا يتواصون كما ذكرنا سابقا يعني يوصل ابن الأب ابنه عن وصية جده أنه أوصاه أن لا تستمع لهذا الرجل فأعقم الله هؤلاء ثم نزل البلاء عليهم ولم يكن فيهم طفلا صغيرا وهذا قول تقريبا أكثر أهل التفسير من السلف الذين قالوا بهذا القول ذكره القرطبي والرازي وجمع كبير من المفسرين وزادوا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن قوم نوح لما كفروا أغرقناهم فكان الإغراق كما ذكر ذلك في سورة الفرقان أن الإغراق كان منصبا على الكاثرين وأن الله سبحانه وتعالى أيضا دليلا على هذا القول أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيما ذكره نوح لقومه قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فدل على أنه ما كان كان قد قطع وقطع عنهم النسل حتى أنه أطمعهم بالنسل بالإيمان أنه آمن حتى يمددكم الله بأموال وبنين ربما بعض يعني ذكرنا لما ذكرنا هذه الآية قلنا ربما أن الله سبحانه وتعالى حرمهم البنين الذكور وأعطاهم الإناث بعضها للتفسير قالوا لا قالوا هنا الآية إنما جاءت على قياس قضية الطوفان قالوا إنما ذكر البنين لأنهم لا أحب إلى القلب عند العرب وإلا فقد منع عنهم البنين والبنات الذكور والإناث يعني منع عنه إنما ذكر البنين بالخصوص قال يمددكم بأموال وبنين لأنه كما هو الحال عند الأعراب وعند العرب قاطبة وشرقيين غالبا أنه تكون محبة الأب للذكور أكثر من الإناث أو رغبتهم في الذكور أكثر من الإناث وإن كان في الإناث خير كثير وبركة كثيرة يعني يعلمها من يعلم قدر البنت حقيقة في الدار وكم هي لها بركة في البيت وكم سيكون للأبي أجر من تربيتها أنها تكون له سترة من النار وقد تكلمنا عن هذا سابقا إذن هذا الرأي الأول في قضية أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت إغراقهم صبيا صغيرا لم يكن في وقت إغراقهم صبيا صغيرا أو طفلا صغيرا نعم القول الثاني قالوا أن الله سبحانه وتعالى وذكروا أيضا القرطبي قال أن الله سبحانه وتعالى أغرق الأولاد لأن العذاب إذا نزل عم كما قال الألوسي واستشهد الألوسي بحديث الجيش الذي في بيداء من الأرض فيخصف الله بهم الأرض فيموت الجميع ثم يبعثهم الله على نياتهم يبعثهم الله على نياتهم وعلى أعمالهم إنما أهلك الجميع الله سبحانه وتعالى أهلك الجميع فكان الهلاك بالنسبة للأطفال هو هلاكا عاديا كأي طفل يقع في نهر ويغرق ويموت ولكن الآباء والأمهات والكبار الذين كانوا مكلفين كان عليهم ذلك عذابا أغرقوا فأدخلوا نارا أما الأطفال الصغار فلم يكن عليهم الأمر كذلك إنما يبعثون على نياتهم وأن الرحمة تخص والعذاب يعم وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي خلقه أنه جعل هذا القانون والقول الثالث أنه قال إنما الله سبحانه وتعالى عذب الجميع فمن عذبه عذبه بعدله ومن أغرقه وأماته أيضا لاستحقاقه ذلك فالله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وإنما كان موت الأبناء أمام آبائهم وأمهاتهم زيادة في إيقاع الألم عليهم وزيادة في إيقاع العقوبة عليهم لأنهم تمردوا على أمر الله ألف سنة إلا خمسين عاما فاستحقوا بهذه العقوبة الألم الشديد الذي يوازي ويكافئ ويوافق ما فعلوه لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ينزل العذاب على الأقوام كما قال جزاء وفاقة أي أن الجزاء موافقا لأعمالهم كما قال تعالى في سورة النبأ قال جزاء وفاقة أنه ما يقع عليه من عذابه موافق لما فعلوه من جرم استحقوا به تلك العقوبة العظيمة قال جزاء وفاقة ابن كثير حقيقة يذكر رواية يقولها عن ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره يقول لو كان الله يعني رحم أحدا من خلقه لرحم تلك المرأة قصة هكذا ذكرها النبي عليه السلام عن قوم نوح ذكرها ابن كثير قال أن هناك امرأة في قوم نوح لما جاء الطوفان وبدأ الماء يزداد أخذت ولدها الصغير وما كان لديها غيره قال أخذته إلى جبل فارتقت به على جبل عالي وما زالت ترتقي حتى وصلت قمة الجبل ثم وصلها الماء قال فرفعته على منكبها على أكتاثها رفعت ولدها على أكتاثها فلما بلغها الماء رفعته على رأسها ثم غطاها الموج وأغرقت أغرقت ولو كان الله رحمة أحدا رحمة هذه المرأة وهذه لحظة لحظة صورة جميلة من صور تضحية الأم وعظمة الأم ومحبة الأم وهذه أيضا يعني حقيقة دعوة عظيمة لعلنا نعود إلى بر أبائنا وأمهاتنا لما لهم الفضل علينا فهذه صورة لرحمة وسيطة جعلها الله في قلب مخلوق اسمه الأم فكيف بأرحم الراحمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه المرأة التي قد أخذت وليدها ترضعه وهي في السبي قال الله أرحم بكم من هذه بولدها فكم كانت رحمة الله عظيمة علينا حقيقة ولكن أيضا من رحمته ومن عدله ما أجره على قوم نوح وهذا لا خلاف فيه ولا شك فيه ولا مراء فيه ومن يتكلم في هذا الكلام فهو ما عقل وما فهم حكمة الله في خلقه وأن الله كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يفعله على وجه الخير ووجه المصلحة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما قال كتب الله علينا لأن لنا في الخير وعلينا في الشر ولكن قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما كتب الله أي كل ما كتبه الله لنا إن رضي به العبد فهو خير ولكن الإنسان لا يدرك الخير والشر في الأشياء لأنه الإنسان ليس له قدرة عميقة وليس له قدرة فاحصة ويعني يستطيع أن يمحص بين الأمور لمعرفة الخير من الشر ولذلك قد يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم ختمت الآية بماذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي أن الله يعلم حقيقة الخير والشر لأنه كم من شر تراه أنت شر والله قد جعل فيه خير وكم من خير تراه أنت خير وقد جعل الله فيه شر لكن تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى هو هذا مفتاح السعادة حقيقة ولذلك جعله الله ركنا من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره قال رب لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارا بقي عندنا سؤال آخر أيضا عن نفس الآية قبل أن نصل إلى كلمة ديار وهو أنه ذكر ابن العرب المالك في أحكام القرآن قال ورد في حديث الشفاعة في الحديث الصحيحين أنه عندما يأتي الناس إلى آدم ويقول إليكم عني يعني مشغول بخطيئتي فذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح ثم أيضا يبعثهم نوح عليه السلام إلى غيره السؤال هنا يعني هل كانت دعوة نوح عليه السلام على قومه ما الحكمة أن نوح عليه السلام يعني ما تشفع للناس يوم القيامة ما تشفع للخلق يوم القيامة لأنه دعا على قومه وهل كانت دعوته على قومه هل كانت بإذن من الله أم بغير إذن من الله وإن كانت بغير إذن فكيف يدعو على أهل الأرض جميعا وكيف يقول أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها نوح أنك انتذرهم يضل عبادك أنهم سيضلون العباد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وإن كانت بإذن من الله سبحانه وتعالى فما الحكمة أن نوح عليه السلام امتنع من الشفاعة إن كان ما دعاه كان بإذن من الله سبحانه وتعالى لذلك اختلف أهل التفسير في قضية أن نوح عليه السلام دعا على قومه هل كان بالإذن أم بغير إذن ذهب كثير من العلماء قالوا أن نوح عليه السلام إنما ما دعا على قومه إلا بعد أن أخبره الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولذلك علم أنه قد قضى الله الأمر من قطاع إيماني أي شخص بعد هذا الوحي الذي جاء إلى نوح عليه السلام لأن نعلم حقيقة أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الهادي ومن يهدي الله فهو المحتد لذلك لا هداية بعد هداية الله فلما يخبر الله نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أي قضي الأمر بإيماني من آمن معك ولن يؤمن بعد إيمانهم أحد عند ذلك بدأ نوح عليه السلام بهذه الدعوة العظيمة في قوله قال رب لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة القول الثاني الذي مال إليه ابن العربي والقرطبي وبعض أهل التفسير قالوا إنما كان ذلك عن يأس من نوح عليه السلام من قومه ألف سنة يدعوهم إلى الإيمان ولم يؤمن منهم أحد وما آمن معه إلا قليل ويعني علم أنهم لن يؤمنوا ولذلك يعني غضب منهم ويعني دفعه غضبه أن يدعو عليهم بهذا الدعاء العظيم مما كان فيه تعجلا في أمره وقد يكون يعني يستشهدون بذلك قالوا كما أن لوط عليه السلام لما خرج من قومه مغاضبا لقومه عفوا أن يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا لقومه أيضا لم يخرج بإذن إنما خرج مغاضبا لقومه فعوقب بقضية الحوت ونوح عليه السلام أيضا جوزي بأنه ندم على هذه الدعوة لأنه تعجل فيه على من قال وإن كان حقيقة هناك قول يقوله القرطب الطبري أن قتاده يقول ما دعى نوح عليه السلام على قومه إلا بعد أن أحوح الله إليه أنه لن يؤمن أحد من قومك لن يؤمن أحد من قومك عند ذاك دعى نوح عليه السلام على قومه بتلك الدعوة العظيمة لذلك يعني الله أعلم أنه نوح عليه السلام الأرجح والله أعلم الذي يعني أراه أنه ما دعى على قومه إلا بعد أن أعلمه الله وأخبره الله كما أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر موسى عليه السلام بأنه يعني لن يؤمن معه أحد وذلك قال تعالى وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ البعض قومه عند ذاك دعى موسى عليه السلام قال ربنا نطمس على أمالهم وجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم لأنه يعلم أنه لن يؤمن أحد ولذلك دعى على قومه وهناك قول جميل جدا قالوا أن نوح عليه السلام ربما كان عدم تشفعه للناس في ذلك الوقت أنه هو دعى على الكاثرين فكيف يتشفع للكاثرين فسيكون ذلك تناقضا في فعله أنه في حياته في الدنيا أنه دعى على الكاثرين وسأل الله أن لا يبقي أحدا من الكاثرين فكيف يوم القيامة تكون الشفاعة العظمى من دعوته وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أنه يشفع في ذلك الموقف للأمم والتي فيهم من الكاثرين الكثر فعند ذلك امتنع نوح عليه السلام عن الدعاء للكاثرين والتشفع لهم وهذا هو الراجح والله أعلم في ما ذكره أهل التفسير إلى هذا القدر إن شاء الله نتوقف على أن نكمل إن شاء الله ما تبقى لنا من تلك الآيات في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا